السلام عليكم تلاميذي الأعزاء تلاميذ الصف الثالث الابتدائي موضوعنا لهم هو حل أسئلة مخلوط صلب مع صلب السؤال الأول صفحة 120 أفكر وأجيب أقارن ثلاثة مخالط صلب مع سائل غير متجانسة أتناولها في طعامي أول شيء عندنا الصلاطة شربة العدس المخللات هذه مخالط صلب مع سائل نتناولها في طعامي سؤال أفكر وأجيب سبحة 121 أذكر ترائق فصل مكونات ثلاثة مخالط غير متجانسة لصلب مع سائل من بيتي عصير النارنج مع الشوانتر طريقة الفصل المصفات أو اليد الزيتون والخل طريقة الفصل المصفات أو اليد التراب مع الماء طريقة الفصل الترشيح سؤال اقرأ الصورة صفحة 123 لقد تبخر الماء من التربة الثينية بفعل حرارة الشمس هل يعد التبخر طريقة أخرى لفصل مكونات مخلوط صلب مع سائل؟ الجواب نعم يعد التبخر طريقة فصل أخرى لمواد صلب مع سائل أفكر وأجيب كيف يمكن فصل مكونات مخلوط مسحوق الطبع الشرم والماء؟ طبع الشرم والماء كيف نستطيع فصلا؟ بالترشيح الجواب بالترشيح السؤال الأول من مراجعة الفصل الماء مخلوط صلب مع سائل غير متجانس يريد تعريف مخلوط صلب مع سائل الجواب مخلوط صلب مع سائل مواد صلبة مختلطة مع سائل وتحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية هذا هو الجواب صفحة 120 تعريف مخلوط صلب مع سائل السؤال الثاني أسمي الطريقة تستخدمها والدتي لفصل الرز عن الماء لطهي كيف تفصل والدتك الرز عن الماء لطهي بالتصفية التصفية عن طريق المصفات سؤال الثقار بين مخلوط مسحوق التباشير مع الماء ومخلوط الماء المعكر بالطين من حيث نوع المخلوط وطريقة الفصل التباشير والماء، والماء والطين اثنين مخالط صلب مع سائل ويفصلون اثنين ايضا بالترشيح إذن المخلوطين من نوع صالب مع عسائل وطريقة الفصل هي الترشيح العلوم والصحة تعد مياه الأنهار غير صالحة للشرب لاحتوى على شوائب مخلوط غير متجان السلب مع عسائل الحصول على الماء الصالح للشرب يتم تصفيته عن طريق محطات إسالة الماء اذكر بعض الطرق المتخدمة لتصفية الماء في بيتك تصفية الماء في بيتنا لدينا عدة طرق أول شيء الأواني الفخارية ثانيا استعمال الشب ثالثا الفلتر وأكثر استعمالات حاليا هي الفلتر لتصفية الماء هذا هو حل أسئلة الفصل أتمنى تكونون استفدتم من الحال لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس